انا اعتقد ان التكنولوجيا قد اصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية انها تؤثر في كل جانب من جوانب حياتنا سواء في العمل او في الحياة الشخصية بالتأكيد التكنولوجيا قد غزت حياتنا بالكامل واحدة من ابرز الطرق التي اثرت بها التكنولوجيا هي في مجال الاتصالات اليوم يمكننا التواصل مع اصدقائنا وعائلاتنا في اي وقت وفي اي مكان باستخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي بالطبع ولكن هذا ليس كل شيء التكنولوجيا تؤثر ايضا في مجال العمل والاقتصادي اليوم يمكننا اجراء الكثير من الاعمال عبر الانترنت مما يسهل العمل ويجعله اكثر كفاءة على سبيل المثال يمكن للاشخاص العمل عن بعد والتعلم عبر الانترنت مما يوفر فرصا للجميع بغض النظر عن مكان اقامتهم ولكن هل يمكن ان ننسى التأثير الذي خلقته التكنولوجيا في مجال الطب اليوم يمكن للاطباء استخدام التكنولوجيا لتشخيص الامراض وعلاجها بشكل افضل هناك اجهزة طبية متطورة وبرامب حسوبية تساعد في تقديم الرعاية الصحية نعم ولكن هل لاحظت كيف اثرت التكنولوجيا ايضا في اسلوب حياتنا اليومية اليوم يمكننا القيام بالكثير من الاشياء بلمسة واحدة من خلال الهواتف الذكية يمكننا طلب الطعام وحجز تذاكر الصفر وحتى مراقبة المنزل عن بعد باستخدام التطبيقات الذكية انها توفر لنا الكثير من الراحة والوقت ولكن مع كل هذه المزايا هل تعتقد ان هناك تحديات مرتبطة بالاعتماد الكبير على التكنولوجيا بالتأكيد هناك تحديات واحدة من اكبر التحديات هي مشكلة الخصوصية والامان مع زيادة استخدام التكنولوجيا هناك مخاوف متزايدة بشأن انتهاك الخصوصية وسرقة البيانات الشخصية اضافة الى ذلك هناك قلق من تأثير التكنولوجيا على فقدان الوظائف حيث يمكن ان تؤدي الالات الذكية والذكاء الاصطناعي الى تجاوز البشري في بعض المجالات بالتأكيد وهناك ايضا التأثير الاجتماعي للتكنولوجيا يمكن ان تؤدي وسائل التواصل الاجتماعي الى العزلة الاجتماعية والانفصال الاجتماعي حيث يمكن للاشخاص ان ينغمسوا في عوالمهم الرقمية ويفقدوا التواصل الواقعي مع الاخرين ومع ذلك يجب علينا ايضا ان نشير الى الفوائد الكبيرة التي تقدمها تكنولوجيا تساعدنا في التواصل والتعلم والعمل بشكل افضل واكثر كفاءة يمكن استخدام التكنولوجيا لحل العديد من المشكلات الكبيرة التي تواجه العالم مثل تغير المناخ والفقر من خل